قام الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة بزيارة مصاب العمليات من ابناء القوات المسلحة والذين اصيبوا اثناء ادائهم لمهامهم وواجباتهم خلال العمليات العسكرية بمناطق مكافحة النشاط الارهابي في سيناء لتطهير البؤر الاجرامية وضبط الخارجين عن القانون والذين يخضعون للعلاج حاليا بمستشفيات القوات المسلحة واكد القائد العام اعتزاز القوات المسلحة والشعب المصري بهؤلاء الابطال وما يقدمونه من اعمال وتضحيات في مواجهة الارهاب ووجه الفريق اول صدق صبحي بتوفير كافة اوجه الرعاية الطبية للمصابين معربا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة للدفاع عن الوطن واستقراره